إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم مع مكينة توزيع السماد اللاسلكية المكينة تشتغل بالبطارية وبالشحن وفيها مميزات كثيرة وجميلة جدا هنا سنشوف مع بعض حضراتكم هو دلوقتي بيفتح الكرتونة وحيطلع المكينة وحيبتدي يشرح لنا في المكينة بتشتغل ازاي الامكانيات بتاعتها وهي طبعا بطارية والبطارية بتتشحن ده مكان البطارية اللي تحت ده ده المكان بتاع البطارية وحيحط البطارية هنا كده الزرار حضراتكم اللي في ايده ده اللي هو بيحركوا ده علشان لو عايز توزع يعني ينتشر السماد كتير او المكان لو عندك مكان دا فده بتحدده يعني كمية التوزيع من المكان ده الزرار التاني اللي في ايده اللي هو بيعمل بيه ده درجة التشغيل عايز سريع عايز بطيء يعني عايز السماد ينزل بسرعة ولا السماد ينزل ببطء فده حضراتكم الزرار ده فيه تمن سرعات يعني سرعة السماد سرعة نزول السماد من الزرار اللي هو كمسكو سيورينا كل حاجة بالتفصيل ده شرح كده نظري وبعد كده سيورينا عملي هنا حضراتكم جاب سماد NBK المحبب الحباية بتاعته كبيرة وده أرضي والفرق بين السماد NBK الأرضي والورقي سيبيني أن الأرض كما ترى كبيرة وهنا حضراتكم شغالها وسيبين حضراتكم وهو شغال السرعات بتاعة المكينة يعني سرعة نزول السماد ينزل ببطء ولا ينزل بسرعة هنا سريع كما ترى كما ترى سريع شوية كده أسرع كده أسرع للي ما بيعرفش يوزع السماد إيده مش مظبوطة فيه فدي جميلة ليه؟ إنه هو مش حينع أهم التوزيع هو بس يشغل المكينة ويمشي ويحط حضراتكم كيلو سماد في المكينة دي لكل ميت متر انجيل ويمشي وحسب بقى سرعة المكينة حسب السرعة اللي هو عايزة يعني هي عملية للي ما بيعرفش يوزع السماد أو إيده مش مظبوطة في السماد وأنا حكتب اسمها حضراتكم بالعربي وحكتب اسمها بالإنجليزي علشان اللي عايز يبحث عنها وفي النهاية نتمنى أن الفيديو يكون عجب حضراتكم وإن شاء الله تستنون الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته